ده المعيار الحقيقي والرئيسي أنه هذه الدولة متربطة وأنها دولة واحدة آمنة ولا إيه؟ طبعاً إحنا ما بنختلفش كتير بس خليني أقف عند نقطة صغيرة أوي الأمن مقدم يعني هم زمان بيخططوا لفكرة القلاع كانوا بيخططوا صح للتأمين الجابهة الداخلية مصبوط خلي بالك النقاط الترافية دون تواجد أمني يستطيع التعامل بشرف وبوطنية مع قضايا الوطن قد يمثل تهديداً ومن ثم كل التقدير لقوات المسلحة الشريفة والشرطة المدنية على قدرتهم على السيطرة على أطراف الدولة المصرية طول الفترة العصيبة اللي مرت بينا من 2011 صح فترة شهدت مخططات كتير جداً لفصل سينة شهدت مخططات أكتر لفصل النوبة شهدت محاولات حتى مشروع الضبعة خلينا نفتكر النهب اللي حصل لمشروع الضبعة عن طريق تقليب الأهالي وإثاراتهم طب ليه الدولة مكتش هناك المكون التاني بقى الدولة مكنتش هناك الدولة موصلتش لمناطق دي الدولة مراحتش لمناطق دي مش تانيه مفيش مش شايف حاجة المواطن لا يرى أنت ممكن المواطن يستحمل معاك بس هو شايف أن في ناس بتشتغل يبقى عنده أمل لبكرة إنما المواطن مش شايف لا شغل النهاردة ولا شغل بكرة ولا شغل بعد بكرة وبالتالي هو فريسة سهلة لأي حد ممكن يجي يلعب في دماغه يقوله تعالى إلحق خد لك حتة من علشان كده التوجد الأمني مهم لكن من جانب التوجد الأمني ده الرسائل اللي بعثة في خمط الرئيس النهاردة عن تنمية الأطراف وده أمر حضرتك يعني عبقرية الملاحظة إنها ملاحظة زكاية جدا إن إحنا عندنا في مرسى مطروح في سينة في أسوان في الودي الجديد وربط عملية التنمية المستدامة بمرضودها المستقبلية التنمية المستدامة هي إيه؟ إن أنا أخليك النهاردة تحصل على بتعريف بسيط يعني تحصل على احتياجاتك لكن من غير ما تهدد احتياجات الأجيال المستقبلية إحنا معيشناش ده زمان إحنا زمان معيشناش ده إحنا زمان كنا عايشين يلا نبستوا عيشوا من غير ما حد يفكر في مستقبلنا عشان كده وجهتنا مشاكل كتير جدا لكن إحنا النهاردة بنعيش تجربة كلنا بنستحمل على مختلف مستوياتنا وكلنا بنعاني على مختلف مستوياتنا لكن إحنا شايفين اللي بتعمل على الأرض ما فيش شبر أرض في مصر لم تطله معاولات التنمية طيب المواطن المصري اللي بتكلم على شق الترع وشايف شق الترع وطبطين الترع في مطروح والمدن السحلية في مطروح وفي أسيوة ونزولا إلى الوادي الجديد ومشروع الدلتة الجديدة ما هو ده نفس المواطن اللي شايف ده محافظتين حدودين هم شايفه في أسوان شايفه في سينة انت شايف أكبر ضخ ترجمة نانسي قنقر